اشترك في قناة ريوش تيفي وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد اولا باول هل تحب لقاء اشخاص جدد وترغب في التعرف عليهم واكتساب صداقتهم وهل تمدك الحفلات او المناسبات الاجتماعية بطاقة ونشاط كبيرين ان كانت اجابتك هي نعم فانت اذا شخص اجتماعي من الدرجة الاولى وقد تكون من مواليد الابراج الخمسة الاجتماعية التي تنفتح على الاخرين دون خجل او انطواء فمن هي هذه الابراج وما هي اسباب انفتاحها على المجتمع هذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو قبل ذلك لا تنسى ان نقرأ على زر الاعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ومشاركة رابط الفيديو مع الاصدقاء خمسة ابراج اجتماعية منفتحة على محيطها من تكون وهل انت واحد منها؟ البرج الاول على القائمة برج الجوزاء لا شك في ان مولود برج الجوزاء يتصدر وبجدارة قائمة مواليد الابراج الاجتماعية خاصة انه منفتح دائما على التغيير والتجديد في الحياة ان لمولود هذا البرج شخصية مزدوجة تجعل فهمه امرا معقدا في بعض الاحيان وذلك بسبب كثرة تقلبات مزاجه المفاجئة فهو تارة يكون اجتماعيا للغاية وراغبا في قضاء الوقت برفقة الناس المحيطين به وتارة اخرى يتوق للانعزال والابتعاد عن صخب الحياة الاجتماعية ولكن بالرغم من ازدواجية شخصيته وتقلبات مزاجه الا ان مولود الجوزاء يميل في اغلب الاحيان الى حب الاجواء الجماعية كالحفلات او المناسبات الضخمة لذلك توقعوا منه ان يكون اول المشاركين في تلك الحفلات واكثرهم تفاعلا مع الحضور وهذا من حسن حظ اصدقائه الذين سيقضون برفقته اوقات ممتعة من دون ان يشعروا بالملل او الرتابة من جهة اخرى سيلعب مولود الجوزاء في كثير من الاحيان دور الشخص البيتوتي فمن حين لاخر سيفضل اغلاق باب منزله واخذ قسط من الراحة مستمتعا باوقات وحدته حتى انه سينسى وجود هاتفه المحمول ولن يجيب على اي اتصالات قد ترده في ذلك الحين البرج الثاني على قائمة الابراج الاجتماعية المنفتحة على المحيط برج الميزان بسبب حاجته ورغبته في امتلاك علاقات اجتماعية عديدة سيكون مولود الميزان احد مواليد الابراج الاكثر انفتاحا على محيطها الاجتماعي ولانه انسان متوازن هادئ الطباع وذو افكار منطقية سيحب الجميع اللجوء اليه في كل الاوقات وسيعجبون بقدرته في التعامل معهم مهما كانوا مختلفين في العمر او في مستوى التفكير بطريقة ما ينجح مولود الميزان في الحفاظ على توازن علاقاته الاجتماعية فهو ذلك الصديق الذي لا ينطوي على ذاته ولا يخجل من التواصل مع الاخرين كما انه في نفس الوقت لا يقحم نفسه في تفاصيل حياتهم الخاصة وبالرغم من حاجته للتنعم ببعض الوحدة والانعزال ضمن فضاء افكاره الخاصة الا انه سيستقبل الجميع بصدر رحب وابتسامة عريضة لمجرد ان يخرج من المنزل ويختلق بالناس وسينجح في تكوين الصداقات بسرعة مثالية فوجهه البشوش وسهولة الحديث معه سيبعثان الراحة والهدوء في قلوب من حوله البرج الثالث على قائمة الابراج الاجتماعية الخمسة المنفتحة على محيطها برج القوس يعد مولود برج القوس من اكثر مواليد الابراج صدقا ووضوحا في تعامله مع محيطه الاجتماعي وهذا ما يفسر كونه متعدد الصداقات وكثير المعارف ان مولود هذا البرج انسان مغامر يبحث عن المتعة في كل تفاصيل حياته لذلك لن يمتنع عن مشاركة الاخرين في اي نشاط جماعي قد يضمن له الحصول على المتعة والتسلية من المهم ان نعلم اللا وجود للملل في اي مكان يتواجد فيه مولود القوس فهو محدث رائع يجيد اختيار الاحاديث المشوقة ويلقي نكة ودعابات مضحكة تزيد مرح الاجواء من حوله ودائما ما يبهر الجميع بمعلوماته واخباره الشيقة ولا يبخل عليهم بتجارب حياته المفعمة بالمغامرة والمراح ان الشخصية الاجتماعية للقوس لا تنفي حبه للانطواء على نفسه من وقت لاخر ولكنه غالبا ما يخفي رغبته في الانعزال عن الناس ويحاول ان يظهر لهم الجانب المنفتح من شخصيته فقط البرج الرابع على قائمة الابراج الاجتماعية الخامسة المنفتحة على محيطها برج الحمل يجمع مولود برج الحمل في شخصيته مزيجا متناقضا من الصفات المتعلقة بمحيطه الاجتماعي فهو انطوائي على نفسه واجتماعي في نفس الوقت قد تجدون صعوبة في تفسير هذا التناقض الغريب ولكن الحقيقة التي تحدد اسلوب تعامله مع الناس هي طبيعة الاجواء الاجتماعية المحيطة به فحين يكون مولود هذا البرج مجبرا على التعامل مع اشخاص لا يحبهم او عند لقائه الاول مع اناس غرباء لا يعرفهم مسبقا فحينها لن يتمكن من الشعور بالراحة وسط هذه الاجواء الغريبة وسيفضل الانطواء على نفسه وعدم المشاركة في الاحاديث التي تدور من حوله لدرجة ان الاخرين سيعتقدون بانه انسان خجول وممل ولكن في المقابل سيكون مولود الحمل مرتاحا للغاية عند وجوده مع اشخاص يحترمون كيانه ويتركون له المجال كي يعرف عن نفسه ويعبر عن افكاره ففي ذلك الوقت لن يتردد ابدا في اظهار شخصيته المنفتحة امامهم وسيعبر عن رغبته في الحصول على المتعة والمغامرة برفقتهم ولن يمتنع عن الاجابة على اي سؤال يطرح عليه بهدف التقرب منه وكسب صداقته البرج الاخير على قائمة الابراج الخمسة الاجتماعية التي تنفتح على محيطها برج الدلو يعد مولود برج الدلو من اكثر مواليد الابراج نجاحا في التعامل مع محيطه الاجتماعي كما انه ناجح جدا في التعرف على الناس وتكوين العديد من الصداقات والمعارف انه عاشق للاحاديث يجيد فن الاصغاء لمن حوله والاهتمام باحاديثهم مهما كانت فهو يحب سماع القصص الطريفة والاخبار الغريبة ويسعد لمعرفة تجارب الاخرين والاستفادة قدر الامكان من اخطائهم وعثراتهم ان مولود هذا البرج لا يمانع من قضاء ساعات وساعات في الحديث مع اصدقائه لذا يجلس بكل سعادة مستمتعا بوجودهم حوله وراغما في قضاء المزيد من الوقت برفقتهم من جهة اخرى يحب مولود الدلو ان يشارك اصدقائه تجاربه الشخصية ويرغب في الوجوء اليهم والاخذ بنصائحهم عند الضرورة لذلك لن يتوانى عن الاتصال بهم من فترة لاخرى طالبا نصيحة الامر الذي سيزيد من قوة علاقاته بمن حوله وسيكسبه اصدقاء حقيقيين لا يتغيرون على مر الايام والسنوات كانت هذه هي جولتنا مع الابراج الخمسة الاجتماعية المنفتحة على محيطها قدمتها لكم من قناة ريوش تي في اكتبوا لنا في التعليقات ما هو البرج الفلكي الذي تنتمون انتم اليه وما رأيكم بهذه القائمة وهل انتم اشخاص اجتماعيين ام انطوائيين ومنعزلين اخبرونا عن كل هذا في التعليقات اسفل الفيديو اذا اعجبكم ما شاهدتم لا تنسوا ان نقرأ على زر الاعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ومشاركة رابط الفيديو مع الاصدقاء اما اذا اردتم مشاهدة المزيد فاختاروا احد الفيديوهات المقترحة التي تظهر امامكم الان على الشاشة اشتركوا في القناة